الخبر اول يعد عن مصطفى رايدر يا حبايب والخبر الحزين هل هو يترح لإهتزل الراب والغناء فنزع نحسبه بالإنستجرام هذا اللي سوري كان كاتب بي ما رشيني اقول لكم الصراحة بس اتخذت قرار لنبارحة انه اهتزل الراب كل شي رح تعرفوه في فيديو اليوم وهنا بخلال السوري انه رح نزلنا مقطع اليوم يا حبايب رح تشوفنا بكل موضوع على الساعة بالأربعة ليس فيها حبايب رايدر موهوب ان شاء الله ما يعتزل الرابق تبنيه بالكومنتات شونتوا وقعاتكم ننتقل حاليا يا حبايب أبو فلا وصولي حسابه بالإنستجرام للسبع مليون متابع في ان شاء الله ألف مبروك وطبعا نزل هذه الصورية يا حبايب بملاسبة وصوله هذا الرقم الخرافة للسونية يا حبايب نتبر كلها بالكومنتات على هذا الانجاز ننتقل حاليا القمر طائية حبايب تنزيلها مقطع على التيك توك بالتها بالبث المباشر تحدي سألوها انه هل انت على خلاف بينجبين نور مار ردت انه ما بينتهم الخلاف وبنسبة الوقت سألوها شوك تسافر لدبي فقات ان شاء الله قريبا شوفوا المقطع فكرة حبايب الكومنتات شونت رأيكم برد قمر الطاي ننتقل حاليا يا حبايب القصف الناري الأمير الله حسين لمحمد كريم بعد ما نزلت هذا الستوري نوعا ما شوي كان غريب في شات كاتبابي الدنيا علمتني ابقى ضد الفرصة الثانية وانه هي مرة واحدة بحياة الشخص يا اما تكسبها يا اما تخسرها فهي تقصد انه ما تطي محمد كريم فرصة ثانية مجرد هي كانت فرصة اولى ومحمد كريم خسارها فكتبنا بالكومنتات شاركوا بالكلام اللي قال رغم اغلب المتابعين توقعون انه هو يقصد محمد كريم وهي تقصد محمد كريم وبالنسب compliqué يا حبائب هي أعلنت انه رح تنزل المقطع على اليوتيوب اللي حتكونوا لها ذاك الويلة هكتبوا بالكومنتات شكيف تحمسين اليه وبالنسب Unter своего entrepreneurs هو أصال لنزله شوية ستوريات كانت بقليل بعد بعد نزل ستوري كانت بالاسف انه فيديو كان في وفضل تزدنا ببارحة ولكن قرر من نزله اليوم مقطع خرافي كانت بالكومنتات شكيف تحمسين اليه وبالخطان يا حبائب المقطع اللي رأي لانتوار انيس وبيسان انز صراحة هنا بي هنا ويخدام يا حبايب ان احمد ابو الربت محطيتكم الخبر بالسابق انه وصل اخ خمسة مليون فشوف وردة فالح صح صحيح انسيت شغلة احزروا مين وصل خمسة مليون عيوتيوب احزروا مين وصل خمسة مليون عيوتيوب ياك كبير ياك كبير ايش هاب لا لاحظة شوي لسه هذا مش الاحتفال الرسمي في فيديو يوتيوب في بوست انستجرام في حلب بس انو اي لوفيو مان احبكم ومع السلامة